بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني نلتقي اليوم مع حل تطبيقات الأضواء المتحررة على النص الشعري عليك بالعلم وذلك من كتاب الأضواء وقد كنت سابقاً بشرح هذا النص ارجع إليه في الفيديو الخاص بالشرح ثم تابع معي حل هذه التطبيقات حتى تستفيد أكثر وفي البداية أدعوك للاشتراك في القناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والإعجاب بهذا الفيديو أيضاً ويمكنك الضغط على قوائم التشغيل تجد المزيد من الدروس لكل صف هيا بنا نبدأ مع النشاط الأول اقرأ ثم أجب اقول الشعر اطلب العلم فمن جد وجد في طلاب العلم والمجد وجد واكتسب من نفسك الفخرة فما يورث المجد أب بل هو جد كم رفيع حطه الجهل وكم من وضيع القدر بالعلم بالعلم مجد لا ينال العز بالعجز لا ينال العز بالعجز وما تدرك العلياء إلا بعد كد إلا بعد كد مرادف كد إلا بعد كد يعني إلا بعد اجتهاد كلمة كد هنا معناها الاجتهاد الجد والاجتهاد في العمل طيب بعد ذلك مضاد كلمة العلم عكس العلم طبعا الجهل جمعوا كلمة المجد الأمجاد جمعوا المجد الأمجاد بقى ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة يدعون الشاعر في هذا النص إلى طلب العلم والاجتهاد في تحصيله طبعا الإجابة صحيحة هو قال أطلب العلم إذا هو يدعون إلى طلب العلم وكذلك الاجتهاد المجد يرثه الإنسان من آبائه وأجداده طبعا خطأ المجد لا يرثه الإنسان من الآباء والأجداد بل هو بالجد والاجتهاد والتعب كذلك أكمل يورث المجد يورث المجد أب هذا تعبير مجازي يعني غير حقيقي حيث شبه الشاعر شبه هذا المجد شبهه بماذا يورث يورث المجد أب كأن المجد هذا مال مال يورث مال نريث طبعا إذا هذا تعبير غير حقيقي تعبير خيالي غير واقعي إذا شبه الشاعر هذا المجد بمال يورث يورث هكذا بتجديد هات مناء الأبيات كلمة على وزن كلمة سميع طبعا كلمة رفيع طبعا هي نفس الوزن يعني عدد نفس عدد الحروف هنا أربع حروف فبالتالي كلمة رفيع أربع حروف أيضا كذلك التشكيل تشكيل لابد أن يكون مثله تماما هنا الحرف الأول مفتوح طبعا ليس بالضرورة نفس الحروف ولكن المهم التشكيل يكون نفس التشكيل بمعنى هنا الحرف الأول مفتوح وكذلك هنا الحرف الثاني مكسور ساميع طيب هنا يا وهنا نفس الحرف طيب العين والعين هات من الأبيات كلمتين لهما نفس القافية طبعا القافية تكون في آخر الأبيات في آخر الأبيات في آخر كل بيت هذا هو الحرف طبعا الحرف بالحركة الخاصة به هذا يسمى ليه القافية فيمكن أن تأتي مثلا بكلمة وجد جد مجد كد كل هذه الكلمات لها نفس القافية اكتب هذه الكلمات طبعا هو يريد كلمتين فقط بعد ذلك صوب ما تحته خط طيب ما الخطأ هنا إنكم إنكم مجدين طبعا خطأ بل إنكم مجدون 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 في العملية طبعا ليس بالياء وإنما بالواو لماذا؟ طبعا هذه إن إن هي من الحروف الناسخة الناقصة التي تنصب الاسم وترفع الخبر طبعا الاسم هنا اللي هو الكافل والضمير يعني ولكن انضم له الميم عشان إيه الجمع هو أصله إنك ولكن في حالة مفرد بنزود الميم عشان تفيد إيه الجمع يبا الضمير يعني هذا هو في محل إيه؟ في محل نصب اسم إن أين الخبر أين خبر إن هو هذه الكلمة كلمة مجدون بإذن خبر خبر إن خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم بإذن الواو هذه علامة الرفع ننتقل إلى النشاط الثاني يقول الشعر أطلب العلم ولا تكسل فما أقرب المجد لمن فيه اشتغل واجتهد إن خمول النفس قد أبعد الخير على أهل الكسل واصرف الجهد لعلياه ولا تشتغل عنه بمال وحلل وهجر النوم وحصله فمن يسهر الليل به المجد ينل هات مرادف كلمة حلل خذناها في الأبيات المقررة طبعا وحلل معناها ثياب أو أثواب أو ملابس ملابس يبقى إذن حلل بمعنى ثياب أو أثواب مضاد الكسل النشاط وجمع كلمة الجهد الجهود الجهود نقول مثلا الجهود المفزولة في كذا يبقى إذن جمع الجهد الجهود أكمل ما يأتي إذا أردت أن تصل إلى المجد فعليك طبعا هذا من خلال فهم الأبيات إذا أردت أن تصل إلى المجد فعليك أن تطلب طبعا العلم فما أقرب المجد لمن فيه يعني في العلم ينصحنا الشاعر بعدم الاشتغال عن العلم بماذا؟ لا نشتغل عن العلم وقال ولا تشتغل عنه بمال وحلل بمال وحلل يبقى لا نشتغل عن العلم بالمال أو جمع المال يعني وكذلك الحلل هي الثياب كما قلنا المال والثياب أو الأثواب يعني لا نهتم لا نشغل عن العلم بأي شيء آخر طيب تخير الصواب أهل الكسل أهل الكسل هذا التعبير طبعا هو تعبير مجازي أم حقيقي تعبير مجازي إذن هذا التعبير هو تعبير مجازي لأنه صور الكسل صور هذا الكسل بإنسان له أهل كأن هذا الكسل كأنه إنسان له أهل طبعا الكسل ليس له أهل الإنسان له أهل بإذن صور الكسل هذا بإنسان له أهل فلذلك هو تعبير مجازي وليس حقيقيا طيب استخرج من الأبيات كلمة على وزن كلمة ظهور على وزن كلمة ظهور كما اتفقنا لابد أن يكون نفس عدد الحروف وبالتالي نفس التشكيل كلمة خمول كلمة خمول هكذا خمول ظهور نلاحظ واحد اتنين تلاتة اربعة نفس عدد الحروف أيضا الأول مضموم والثاني مضموم ثم الثالث حرف الوا ونفس الحرف بعد ذلك حرف يقابل وحرف كلمتين استخرج كلمتين بينهما ترادف يعني كلمتين بنفس المعنى كلمتين بنفس المعنى احنا قلنا مثلا كلمة الكسل عكسها النشاط كذلك أيضا كلمة الخمول عكسها لإيه النشاط بيزن الكسل هو لإيه الخمول الكسل والخمول طيب حدد علامة اعراب ما تحتوي خط بات المساكين بات طبعا من أخوات كان من أخوات كان فبالتالي طبعا من الأفعال يعني الناقصة الناسخة فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر طبعا قد يعني تتسرع وتظن أن العلامة هنا هي الياء تقول هذا اسم اسم بات مرفوع قد تقول علامة رفع الياء خطأ هذا جمع تكسير جمع تكسير يرفع بالضمة فلا تنخضع بالياء والإيه والنون يبقى اسم بات مرفوع علامة رفع الضمة لماذا لأنه جمع تكسير وبالتالي كلمة محتاجين للمساعدة كلمة محتاجين هي الخبر خبر بات منصوب علامة نصب الياء يبقى إذن حدد العلامة نقول باختصار هي الضمة ننتقل إلى النشاط الثالث يقول الشعر أطلب العلم لذات العلم لا لظهور باطل بين الملاء عند أهل العلم للعلم مذاق فإذا فاتك هذا فافتراق طلب المحروم للعلم سدى ليس للأعمى على الضوء هدى يعني يقول هنا أن لا تطلب العلم للشهرة يعني حتى تكون ظاهرا وتشتهر بين الناس لا يكون هذا هو الهدف طيب مراد في كلمة انفصال هو يريد أن تأتي بالكلمة من الأبيات وليس من عندك فمراد في كلمة انفصال طبعا هي كلمة افتراق افتراق بإذن انفصال معناها افتراق ولاحظ طبعا أن هذه الألف هي ألف وصل في بداية الكلمة فلا نكتب لا فوقها ولا تحتها همزة هي ألف وصل طيب مضاد كلمة حق عكس الحق طبعا الباطل مضاد حق باطل مفرد الأضواء طبعا ده الكتاب اللي بنحل منه مفرد الأضواء الضوء هكذا طبعا اللام دي شمسي بما يأمرنا الشاعر في البيت الأول طبعا من خلال فهمك للأبيات كما ذكرنا أنه هو نحن نطلب العلم لذات العلم يعني نطلب العلم من أجل العلم يعني نطلب العلم لفضله ولأهمية العلم وليس للشهرة بين الناس يبقى إذن يأمرنا بي يأمرنا الشاعر في البيت الأول بأن نطلب بأن نطلب العلم لذاته ولفضله وليس من أجل الشهرة بين الناس إلى آخر طيب بعد ذلك تخير الصواب للعلم مذاق يقول للعلم مذاق هذا تعبير حقيقي أم مجازي طبعا هو تعبير مجازي صور هذا العلم يعني كأنه كأنه طعام أو شراب له طعام أو شراب له له مذاق له طعم طيب بعد ذلك استخرج من الأبيات أم أسلوب أمر طبعا إذا نبحث عن أي فعل أمر طبعا نجد هنا كلمة أطلب كلمة أطلب طبعا هذا هذا أسلوب أمر أو فعل أمر طيب بعد ذلك طبعا هذا هو الفعل فعل الأمر الموجود هنا كلمة لها نفس وزن كلمة الأدنى طبعا تعلمنا كيف نأتي بالوزن لابد أن تكون نفس عدد الحروف ونفس التشكيل الأدنى بإذن لابد أن نأتي بكلمة لابد أن تكون أولها ألف ولم نفس الألف ولم طيب الأدنى ممكن أن نأتي مثلا كلمة الأعمى أو نفس نفس الوزن الأعمى طيب نوزن أدي أل أ أدي همزة مفتوحة الأعمى الحرف البعض كده هنا ساكن وهنا ساكن الأعمى الحرف اللي بعدين مفتوح وده مفتوح بعد كده فيه اللي هي الألف الألف اللينة قدر الضمير قدر الضمير في الجملتين الأتياتين طبعا الضمير يقدر بعد الفعل كما تعلمنا فيه كما شرحنا في درس المراجعة مراجعة النحو للصف السادس يعني تابعها وموجودة على الفيديو ادخل على قوم التشغيل تجد كل الدروس الخاصة بالصف السادس طيب قدر الضمير الضمير يقدر بعد الفعل الطبيبة تعالجه الضمير يقدر هنا تعالجه هي يبقى إذن تعالج فعل فعل مضارع أين الفعل ضمير مستتر تقديره هي بيعود على مين الطبيبة طبعا هو يبقى إذن الفعل مستتر ما تقولش الطبيبة هي اللي فاعل لا الطبيبة هنا مبتدأ المهم تعالج هي المرضى يبقى المرضى مفعول به منصوب طبعا هذه ألف لينة قبلها مفتوح الجندي نفس الكلام يحارب هو طيب هنا قلنا هي ليه لأن الضمير يعود على مؤنث قلنا هو لأن الضمير سيعود على مذكر اللي هو كلمة الجندي يحارب هو الأعداء الأعداء مفرول به ننتقل سريعا إلى النشاط الرابع يقول الشعر وطلب العلم تسمو ثم تنجو به تسمو تنجو وطلب العلم تسمو ثم تنجو به إذ صاحب الجهل منحوس ومذموم صاحب الجهل منحوس ومذموم يا سائل النصح فاسمع ما أقول به أنا الحري بما أوصيك ملزوم فالعلم زين الفتا به بلوغ المنى حتم لصاحبه فضل وتقديم طيب مرادة كلمة تسمو تسمو طبعا معناها تعلو تسمو كلمة تسمو أصلا فيها واو هكذا تسمو وكذلك تنجو ولكن طبعا حزفت هذه الواو من أجلي عشان القاعدة النهوية طبعا مش مقرر عليك الكلام دوت ولكن عشان هنا ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب مجزوم في جواب الطلب يعني هنا ده الطلب فبالتالي ده مجزوم في جواب الطلب ليس مقرر عليك هذا الكلام المهم هذا مجرر المعرفة فقط يبه هنا تسمو فيها واو بس محزوفة هو رجحها بقى هنا خلاص لو هنكتبها بنفس الطريقة هتكتبها كذا تعلو لامو عليها لامو عليها ايه ضمن بس هو كتب لك اللو عشان تفهمها مش تستغرب الكلمة طيب مضغط كلمات مذموم عكس المذموم ايه طبعا الذن اللي هو عكسه ايه المدح او محمود طيب المهم يبقى عكس مذموم يبقى ازا ايه محمود بعد ذلك جمع فضل جمع فضل ماذا انتبه لهذه الكلمة جمع فضل هتبقى كلمة اا افضل جمع فضل افضل اما كلمة اا فضائل طبعا فهي جمع ل فضيلة كما اذا افضل هي جمع فضل وهنا كلمة فضائل هي جمع لكلمة فضيلة طيب بعد ذلك ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيح يعيش الجاهل طبعا من خلال فهمنا لهذه الأبيات يعني يعيش الجاهل في نحس في نحس ويذمه الناس على جهله طبعا الإجابة صحيحة هو شرح لهذه الجزئية صاحب الجهل منحوس ومذموم شرح لهذا الشطر فالجاهل يعيش في نحس وبالتالي يذمه الناس على جهله يعني في نحس أيامه طبعا مش نزبطه مش حلوة طيب يصل طلاب العلم إلى المنا والأمان التي يسعون إليها نعم بالفعل إجابة صحيحة هات من الأبيات كلمة كلمة على نفس وزن كلمة قائل أيضا كما تعلمنا كيف نأتي بالوزن أين الكلمة التي على وزن قائل إنها بالفعل كلمة سائل لاحظ أنها نفس عدد الحروف هكذا ونفس التشكيل الأول مفتوح ثم بعد ذلك نفس الألف ثم نفس الهمزة المكسورة بعد كده أي في حرف اللام كلمتين كلمتين هات كلمتين لهم نفس القافية كما تعلمنا أيضا القافية تأتي في نهاية في نهاية هذه الأبيات فهنا كلمة مزموم ملزوم وتقديم ولكن طبعا الأفضل كلمة مزموم وإيه وملزوم بعد ذلك تخير الصواب العلم زين الفتاة العلم زين الفتاة هذا تعبير مجازي أم حقيقي؟ إنه تعبير مجازي صور العلم كأنه إيه؟ كأنه زينة يتزين بها الفتاة يتزين بها الإنسان بعد ذلك حدد علامة إعراب ما تحتوى خط يحترم الناس يحترم فعل مضارع وبالتالي الناس فاعل يبقى إذن ذا مفعول به منصوب وعلامة النصب هل الفتحة؟ لا علامة النصب الألف أحسنتم يا من كنتم الألف الألف لماذا؟ لأنه لأنه من الأسماء الخمسة طبعا الأسماء الخمسة اللي هي أب وأخ وحموي وفوق وزو هنا زو اللي هي بمعنى صاحب يعني يبقى إذن يحترم الناس ذا العلمي يعني صاحب العلم وطبع الأسماء الخمسة كما وضحنا هنا في حالة نصب يبقى إذن تنصب بالإيه؟ تنصب بالألف الفيديو القادم ولا تنسى في النهاية الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الآخرين وتفعيل الجرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته